أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف على التعاون الفوري والحازم مع أي مظاهر من شأنها تعكر صفوى الانتخابات التكملية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة والمقرر إجراؤها يوم الثامن عشر من الشهر الجاري والتصدي لأي محاولة خروج عن القانون وتكثيف الإجراءات الأمنية قبل وبعد انتهاء الانتخابات وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية في بيانا إن وكيل وزارة الداخلية شدد خلال ترأسه اجتماعا مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين للإطلاع على جاهزية أعضاء قوة الشرطة للانتخابات التكملية للمجلس البلدي على ضرورة توفير كافة الخدمات الأمنية والمرورية وقال إن تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح هي تقديم كافة التسهيلات التي تمكن المواطن من آداء واجبه الانتخابية